يعتمد سكان غزة على المساعدة الإنسانية التي تمر جميعها تقريبا عبر معبرين في جنوب القطاع معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح مع إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق المعبرين لأجل غير مسمى يصل سكان القطاع إلى مرحلة حارجة من انعدام الأمن الغذائي والوقود والمساعدات الطبية وفق دراسة أعدتها بلومبرغ فقد توقفت البيانات المتعلقة بدخول المساعدات البرية إلى القطاع ابتداء من اليوم الخامس من الشهر الجاري وهو اليوم الذي تم فيه إغلاق المعبرين خلال شهر إبريل وفق البيانات دخل ما يقرب من 200 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة وكانت الأرقام قبل بداية العدوان على الإخطاع تشير إلى دخول ما يتراوح بين 500 إلى 700 شاحنة تجارية وإنسانية بشكل يومي بأرقام مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية وهو فرع من الجيش الإسرائيلي يعمل مع مسؤولية السلطة فقد دخل أكثر من 27600 شاحنة إلى غزة عبر جميع المعابر الحدودية من الأشهر الستة الأخيرة تظهر أيضا إحصائية الأمم المتحدة أن أكثر من 90% من تلك الشاحنات دخلت عبر معبري رفح وكرم أبو سالم في مارس الماضي أفادت المجموعة اللوجستية الفلسطينية وهي مجموعة من المنظمة الإنسانية التي تعمل على توصيل المساعدات إلى غزة أن 55% فقط من الشاحنات التي وصلت إلى كرم أبو سالم تمكنت من العبور عبر نقطة التفتيش وفقا لمنظمة صحة العالمية فإن معبر رفح والمكان والوحيد الذي يتم فيه أو من خلاله إجلاء الفلسطينيين طبيا إلى مصر لتلقي العلاج حيث تم إجلاء أكثر من 4000 شخص طبيا عبر معبر رفح حتى نهاية إبريل الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية استنادا إلى هذه الأرقام والمعطيات يمكن تقدير العجز الذي بات قائما مع تعطل المعبرين رغم أن إسرائيل تتحدث عن وصول المساعدات إلى غزة بطرق أخرى على غرار دخول 60 شاحنة عبر معبر إيرز بيت حانون في السابع من مايو وفق مصدر إسرائيلي لبلومبرغ فيما حذرت وكالات أممية من توقف جهود الإغاثة في غزة خلال أيام بسبب إغلاق المعبر ترجمة نانسي قنقر